موسيقى 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 السلام عليكم من مطبخ الاكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل ترايفل هنا سأحضر الكاستر لدي 2 كوب حليب وضفت 1 كوب سكر للحليب سوف أفوره على النار و نصف كوب سوف أضيف له خمسة ملعقة أكل كاستر لأنني أريده شوي يصير ثخين الكاستر و يجمد فضفت له خمسة ملعقة أكل سأخلطه و من يفور الحليب أو يبدأ يغلي أضيف الكاستر اللي حضرته هذا الكاستر الجاهز الموجود ينباع بالأسواق يعني تعرفوا كلكم خلطت آني و راح أضيفه و راح أبدأ أحضر باقي الترايفل هنا عندي موز ثلاثة حبة موز قطعتهم و راح أحضرهم و عندي كرز و عندي هاي قردة اللي هي كريمة سائلة و ممكن إذا ما عندكم تستعملون كريمة الباودر اللي تنحل يعني وتخفقوها هس أنا دا أخفقها هاي للتزيين أخير شيء راح أستعملها هاي الكريمة و عندي كيك كيك راح أقطعه و بعدين أضيف مني يكمل الكاستر راح أبدأ أحضر هاي المواد كلها و أرتبها بالقالب هذا عندي الكيك مثل ما تشوفون دا أقطعه وبديت هنا أرتب الكيك بها الصورة وبعدين راح أشربه بشراب الفراولة أو أي شراب وهنا لا تتقيدون بنوع الفاكهة اللي أنا استعملتها ممكن تستعملون أي شراب أو أي فاكهة تستعملوها بعمل هذا الترايفل هنا هذا شراب الفراولة يعني خلطتها فراولة جامدة عندي وخلطتها بالخلاط وضفت لها قليل من السكر إذا محتاجه وشربت بها هذا الكيك مثل ما تشوفون دا أوزعه بهاي الفرشة وممكن تستعملوا شراب البرتقال أو أي شراب أنناس ممكن تستعملوه يعني خليط تخلطوه مثل العصير هاي عندي كرز فرش وممكن تستعملون مثل ما قلت لكم أي فاكهة حتى لو مجمدة بس مو معلبة لأن المعلبة ذب مي فلا تستعملوها وهنا ضفت فوق الكرز ضفت موز هنا دائرة ماء وراح أجيب الكاسترد وأصبه فوق هاي الفواكه أتركه إلى أن يبرد الوجه مالتها شوية يصير مثل القشرة فوقها وأخلي الباقي وممكن تستعملون جيلي أضيفه فوقها هنا دا أرتب الموز حول القالب مثل ما تشوفون وراح أضيف الكاسترد هنا رتبت هذا الموز وانتو شنون تحبون ترتبوا رتبوا يعني حسب ذوقكم وهنا عندي الكاسترد خلطته شوية وضفته شوية يكون ثخين حتى من يجمد يصير طبقة هذا وراح أخليه بالثلاجة عشر دقائق وبعدين أكمل باقي الخطوات هنا من بعد ما جمد وجه الكاستر رتبت هذا الكرز حول القالب وبالوسط وضفت أيضا هذا شراب الفراولة الثخين مثل ما قلت لكم وراح أخلي الكيك عالية وأيضا أشربه بشراب الفراولة وبعدين أزينه بالكريمة هذا وانتو شون تحبون ترتبوه ممكن انتو حسب ذوقكم وفنكم ممكن ترتبوه هو مجموعة فواكه وكاستر ممكن واحد يسوي لمن كرد مرة قدمته بفيديو آيس كريم بالليمون موجود على القناة إذا تردون تعرفون شنون تسويه هسا أنا صبيت على الكيك من بعد ما رتبت الكيك وهسا راح أبدي أزيني الوجه وممكن مثل ما قلت لكم كريمة وطبعا صار طعمه كلش طيب وممكن تحتفظوه به ثاني يوم بس مو أكثر لأنه ممكن ينزل مي من عنده من الفواكه فلا تتأخرون به يوم أو ثاني يوم والأفضل بنفس اليوم ما حدي كملة وقدمة يعني قبل الفطور بأربع ساعات خمسة يحضره من الصبح وخليه بالثلاجة هسا أنا داء رتبه وداء زينه هذا هذا هو وزينته بالكرز وهذا شكل النهائي جربوه إن شاء الله يعجبكم والف عافية